اسلام عليكم ايه الاخبار واهلا بكم في فيديو جديد ساعات كثير جدا بتشتري فلاشة او كارت ميموري زي دول وبعد فترة من استخدامك لكارت الميموري او للفلاشة بيبوزوا او ما بيشتغلوش ولو جربت انك تفرمت الفلاشة او كارت الميموري دول علشان يشتغلو تاني فللاسف مش بيقبالو الفورمات اصلا وممكن تظهر لك الرسالة اللي بيبقى مكتوب فيها يعني ان الفلاشة عليها حماية يعني ولا هينفع تفرمتها ولا ينفع تشيل من عليها حاجة ولا تحط عليها حاجة فناس كتير بتستسهل القصة وبيقولوا ان كارت الميموري او الفلاشة دول بازوا خلاص وبيرموهم وبيشتروا غيرهم على طول فلو بتحصل معاك المشكلة دي كامل معاك الفيديو دا للاخر علشان حوريلك طريقة حلوة جدا تقدر بيها تفرمت اي فلاشة او كارت الميموري مش بيقبالو الفورمات وانت فاكر انهم بازوا فقبل ما نبدأ ما تنساش تخبط اللايك المتين ولو انت مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات وبس كده يا سيدي يالله بينا نبدأ الفيديو يالله بينا ركز معايا يا صديقي مبدئيا كده هتحط الفلاشة بتاعتك في جهاز الكمبيوتر ولو هتعمل كده على كارت الميموري فهتروح تجيب ريدر زي دا كده في الكمبيوتر هتروح عند مربع البحث اللي جنب قيمة ستارت هنا وهتضغط عليه وهتكتب جوه المربع ده سي ام دي هيظهر لك هنا اختيار كومند برومبت فمن القايمة اللي هتظهر لك قدامه هتضغط على run as administrator هتظهر معاك الرسالة دي في هيس ونو هتضغط على يس هتظهر قدامك القايمة اللي باللون الاس والدي هنكبرها كده دلوقتي مع بعض وهنكتب في القايمة دي بعض الاوامر اول امر هنكتبه مع بعض هو disk board من غير مسافات بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده هنضغط على enter بعد كده هنكتب الامر ده list مسافة disk بالشكل ده وبعد كده هنضغط على enter هيظهر لنا هنا كل الدرايفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر هشوف بقى الفلاشة بتاعتي انهي درايف من دول طيب هنعرفها ازاي هنعرفها من المساحة انا الفلاشة بتاعتي مساحتها 2 جيجا لو بصينا هنا على الدسك رقم 2 هنلاقي مساحته 1937 ميجا يعني هي دي الفلاشة الفلاشة الديسك الرقم 2 فهنكتب مع بعض الأمر ده select مسافة disk مسافة to علشان اخطار الدسك الي في الفلاشة وبعد кадه هنضغط علىaji enter كده هوا اختار الفلاشة بتاعتنا بعد كده هنكتب الامر ده clean وبعد كده هنضغط علىaji enter ولالامر ده هنضف الفلاشة او كارت الميموري من الملفات الموجودة عليه وبعد ما يخلص تنظيف هنكتب الامر ده create مسافة partition مسافة primary ونضغط على May علشان يكارية البرتشن بتاع الفلاشة من جديد وبعد ما يخلص هنكتب الأمر ده فورمات مسافة fs يساوي ntfs مسافة quick بالشكل ده وبعد كده هنضغط على انتر هنستنى شوية لغاية ما يوصل مية في المية وزي ما انتو شايفين هنا مكتوب يعني الفلاشة تفرمات بنجاح هنقفل القايمة دي من علامة اكس الموجودة هنا وزي ما انتو شايفين هنا الفلاشة شغالة وبتقرأ وزي الفل وممكن تستخدمها عادي جدا وبشكل طبيعي وعلى فكرة الطريقة تنفع برضه في الهارد ديسك يعني لو عندك هارد SSD او هارد HDD ومش بيقباله الفورمات ممكن توصلهم على الكمبيوتر وتعمل نفس الطريقة اللي عملناها دلوقتي وحيتفرماته وحيشتغله تاني بشكل طبيعي ودي كانت فكرة فيديو النهاردة بكل بساطة لو انت شفت الفيديو الغيط اللحظة دي فانت بطل وانا بشكرك جدا وما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير واشوفك على خير سلام موسيقى